ضم أهوار العراق إلى لائحة التراث العالمي أمر يوفر دعما وحماية لهذه المسطحات المائية ذات المساحات الشاسعة وهو ما دعا نقابة المحامين العراقيين وهيئة السياحة الوطنية في ميسان إلى إقامة كارنفال لدعم حملة ضم الأهوار إلى اللائحة حقيقة مسألة انضمام الأهوار ودرجها ضمن هذا الاتحاد خطوة مهمة نتمنى أنه تدرج في المستقبل ليتمتع الأهوار بالحماية اللازمة والحماية المسطحات المائية للأسف في هذه الفترة بالذات العالم فقط ينظر إلى العراق من الجانب المظلم لكن في هذا الكارنفال بالذات لكي نوصل رسالة أن هناك جوانب أيضا مضيئة في هذا البلد نعتبر هوري الحويزة من الهوار الجميلة جدا الذي يمتلك الموهلات الكافة إن شاء الله لإدراج ضمن لاحة التراث العالمي فهو الهور الوحيد الذي لا يجف الحكومة المحلية في ميسان من جهتها أبدت استغرابها من غياب ممثلي المحافظات المعنية لحضور مؤتمر التصويت إلا أن الجميع أكد على أهمية هذه الخطوة كونها تسهم في إعادة إنعاش الأهوار مجددا بحماية دولية قانونية وفد العراق لهم مثل من رأس الجمهوري للأسف الاختيار كان انتقائي يعني هذه المناطق لم يكن لها تمثيل اللي يقصد المناطق الجنوبية اللي هي العمارة الناصرية البصرة والمثنة للأسف لم تكن ضمن الوفد اللي يمثلنا غيرنا فهذا من باب الاستغراب والتعجب وطبقا لاتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي فإن أهوار ميسان تمتلك معايير الانضمام لما تمثله من مساحة واسعة من المياه فضلا عن أنها تضم المئات من أنواع الطيور والحيوانات الأخرى التي من خلال ضمها ستزيد فرص التنمية الاقتصادية والسياحية التي تنعكس على واقع الأهوار في ديالة ارتفاع منصوب